وينضم إلينا من بغداد محمد فاضل مراسل البغد محمد أبدأ معك من زيارة رئيس قليم كردستان سيد نجيرفان برازاني إلى العاصمة العراقية بغداد بأسباب هذه الزيارة وماذا عن أهميتها ودلالات توقيتها؟ هذه الزيارة جاءت لاستكمال الزيارة السابقة على اعتبار أنه كان جدول لدى سيد نجيرفان برازاني بزيارة الرئاسات الثلاث في بغداد ومن ثم التباحث مع القيادات السياسية للأحزاب والكتل السياسية الموجودة في بغداد لكن على ما يبدو أن ما حدث في إدهوك يعني جعل سيد نجيرفان برازاني يذهب ليعزي أهالي الضحايا الذين وقعوا جراء انفجار الذي حصل في إدهوك ومن ثم عادة هو التقى بمستشار الأمن القومي وأيضا التقى برئيس تحالف عزم وسيلتقي برئيس تحالف الحكمة سيد عماري حكيم هذه اللقاءات هي لقاءات حزبية لقاءات أمنية يحاول من خلالها الكرد إعطاء دور لقوات البشمرقة وأيضا مسألة التفاهمات السياسية حول البعد الستراتيجي ما بين الأحزاب يعني أن سيد نجيرفان برازاني هنا بصفته رئيسا لقليم كردستان وبصفته الحزبية القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني طبعا الزيارة ستنتهي بعد ساعات من الآن وطبعا لا نتوقع أن تكون هناك أشياء معلنة سوى الأشياء التي سيعلنها الطرفان بأن اللقاء كان مثمرا وأن هناك حالة من التفاهم وهناك إمكانية لإحياء اللقاءات وجداول ما بين أقليم كردستان وبين بغداد فيما يخص اللجان المشتركة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي وهو الأهم بالنسبة لأربيد طيب هناك لقاء آخر جمع وزير الداخلية العراقي مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق يعني التفاصيل هذا اللقاء وماذا أيضا عن دلالات توقيته وهل كان ملف الضربات الإيرانية الأخيرة التي طالت المناطق العراقية وأيضا العملية العسكرية التركية على طاولة النقاش فيما بينهما صلاح لقاء هذا اللقاء ما بين وزير الداخلية العراقي ورئيس حلف الناتو ومثل حلف الناتو في العراق هذا اللقاء هو لقاء بروتوكولي دوري وبالتالي هم لم يتطرقوا إلى مسألة القصف الذي حدث من قبل إيران أو حتى من قبل تركيا على أرض العراقية تطرقوا لأمرين مهمين الأمر الأول هو دور قوات حلف الناتو في العراق وما هي الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها على المستوى اللوجستي التدريبي أيضا الاستشاري هذا فيما يخص دور حلف الناتو لأن دورها هو لوجستي تدريبي استشاري فقط الأمر الثاني هو المهم بالنسبة لحكومة العراقية هو تفعيل الدور العالمي بالنسبة لحلف الناتو أو حتى للقوات الأخرى العسكرية تفعيل هذا الدور في التعاون مع الجهات العراقية في مسألة الاستخبارات وإمكانية تدريب قوات استخباراتية عسكرية تكون قادرة على مسك الأرض وإذن تكون قادرة على حفظ المناطق داخليا وخارجيا أما فيما يخص القصف لم يتطرق الطرفان إلى هذا القصف لكن كما قلت هو لقاء دوري بروتوكولي الهدف منه تعزيز العلاقات الثنائية ما بين الناتو وبين وزارة الداخلية وحتى ربما وزارة الدفاع على اعتبار أنها جهات أمنية مشتركة بقيادة العامليات المشتركة محمد فاضل مراسل الغد كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر